اشتركوا في القناة 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 والوفاء بالعهد الذي قطعه اللاعبون على انفسهم قبل بداية هذا المسم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الاهلي على ادارته الهادئة والرزينة للمباريات الصعبة وعدالته في اختيارات اللاعبين على مدار المسم بالكامل اكد ايضا كابت الخطيب ان هذا المسم الاستثنائي الذي قدمه رجال الطايرة كان يستحق تكريما من نوع خاص باهداء عناصر الفريق هدية عبارة عن العملة التذكارية التي تحمل شعار النادي الاهلي وشدد الكابت الخطيب على ان كل من يلعب للنادي الاهلي يجب ان يشعر بالفخر والاعتزاز الشديد وان ما تحقق من انجازات اصبح جزءا من الماضي ولابد من الاستمرار في كتابة التاريخ كابت الخطيب قال كل الكلام ده لرجال الطايرة النهاردة من خلال الفيديو زي ما قلت لحضراتكم هو طبعا كان نفسه يبقى موجود النهاردة ولكن زي ما قلت لحضراتكم هو اعتذر بسبب حالته الصحية اللي ان شاء الله قريبا جدا الكابت الخطيب يكون موجود معانا مرة اخرى زي ما بقول لحضراتكم هذا الفريق يستحق كل التحية الحقيقة رجالة كانوا على عهد او على العهد وعلى قدر المسئولية قبل بس ما سيب الموضوع ده انا هاخد التلات اربع كلمات الاخيرة اللي كابت الخطيب قالها وحخليها للسنة الجاية ليه؟ لانه ده اللي حصل السنة اللي فاتت عندما كانت تقام حفلة الاهل استثنائي انا اتذكر هذه الحفلة كنا موجودين كلنا كنا موجودين في هذه الحفلة تقريبا خدنا تسعين في المية او اكتر من كل العاب الصلاة اللي هي السنة اللي فاتت كابت الخطيب حريص على تهنئة الجميع ورجالة الطايرة ورجالة السلة ورجالة الهندبول وكل الناس وشكر كل الاجهزة الفنية وشكر مدير النشاط الياضي وشكر كل الناس وشكر اعضاء مجلس الادارة ولكن قال قال لهم يا جماعة الموسم ده انتهى ولكن اللي جاي اصعب اللي جاي اصعب قالها ثلاث مرات وهو النهاردة بيقول ايه الانجازات دي اصبحت جزءا من الماضي ولابد من الاستمرار في كتابة التاريخ يعني ايه الف الف مبروك يا رجالة بنحييكو بنديكو اعلى حاجة عندنا وبنقولكو انتو رجالة وعملتو اللي عليكو وقوفيتو بالوعد بتاعكو ولكن خلي بالكو ده بقى ماضي ده تحط في الدولاب خلاص تحط في الدولاب خلينا نفكر في اللي جاي يروحوا خدوا اجازتكو اتبستو عشان كده انا بقولكو كابتن كان حريص ان النهاردة تحديدا وطلب من اجل دكتور سعد شلبي ومن الكابتن خالد العوض ان هم يعملوا الحفلة دي النهاردة مش بكرة قبل ما الراجل يسافر وقبل ما اللعبة تاخد اجازتها لانهم يستحقوا هذه الحفلة حتى لو هو الكابتن مش موجود ولكن زي ما حضراتكو شايفين هم دول الرجالة اللي دايما بنعتمد عليهم داخل النادي الاهلي وهو ده الكلام من رئيس النادي الاهلي ترجمة نانسي قنقر